على مرأة الحرس الحدودي الأفغاني والإيراني تعبر جحافل تقدر بألف وخمسمائة يوميا من العائدين من إيران إلى جحيم الحرب الأهلية في أفغانستان هربا من الظروف الصعبة التي يشهدها العمال الأفغان في المدن والأرياف الإيرانية التقول تقارير إن السلطات ورؤوس الأموال في إيران تستغل حالة الفقر والحاجة الشديدة لدى الأفغان لتشغيلهم ساعة طويلة وبجهد كثيفة مقابل أجر زهيد كثيرا ما يكون بعض الأكياس من الأفيون كنا نتعاطى المخدرات في إيران لنبقى صامدين أثناء العمل الشاق وفي السنوات الأخيرة تسارعت حركة العودة بسبب الطرد والضغوط التي تمارسها السلطات الإيرانية على اللاجئين الأفغان ولا سيم على من هاجروا إليها بشكل غير قانوني وعددهم يتجاوز المليون وسبعمائة ألف ولا يصدر عن طهران في هذا السياق أي تعليق حول سياساتها تجاه اللاجئين الأفغان بل إنها تتجاهل معاناتهم وهو ما تندد به منظمات حقوقية منذ سنوات يجبر الإيرانيون الأفغان على العمل لأكثر من 14 ساعة يوميا ويعطونهم المخدرات ليوهمهم بأن تناولها سيرفع إنتاجهم من ثم أجورهم وينتقل جزء كبير من مخدرات الجارة الأفغانية إلى العالم عبر إيران حيث يمكن للتجار والمستهلكين أن يعثروا عليه بسهولة بما في ذلك العمال الفقراء المضطرون إلى العمل الشاق لكسبقوتهم وتؤكد تقارير النوممية نتسهل إيران مع مرور شحنات المخدرات من أراضيها إلى دول مجاورة يسهم في تقويد أمن واستقرار العديد من المناطق في العالم الأمر الذي يستدعي أن تتعهد إيران بتشديد الرقابة الأمنية على حدودها لكن شهود عيان يؤكدون أن الأمن الإيراني لا يقوم بذلك حنان نامق الإخبارية